قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن بلده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر مايو الجاري وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى دحايا المجاعة الأيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و 1852 بالعاصمة لندن أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح ومؤكدا ضرورة توقف العنف فورا والوصول بالمساعدات الإنسانية دون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة